السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى احكي لك قصة ري اي نجمة ببساطة ري اي نجمة لاعب شطرنج قوي تقييمه تقريبا 2300-2400 يعني في قوة الاستاذ الدولي الانترناشنال ماستر صانع محتوى على اليوتيوب محتوى شطرنجي القناة بتاعته فيها اكتر من مليون متابع وبياخد شنطته على كتفه ويروح البطولات الكبيرة يصنع محتوى في بداية شهر مايو كان في بطولة اسمها السوبر بيت للشطرنجي السريع والخاطف ماجنس كارلسون فاس بهذه البطولة وعلى هامش هذه البطولة استطاع ري اي نجمة ان يلعب بلدز مباريات خاطف مع مجموعة من اللاعبين منهم بطل العالم ماجنس كارلسون انت جايب المطش ده ليه علشان احنا نادرا ما بنشوف ماجنس كارلسون بتقييم 2800 رسمي بلاعب لاعبين اقل اوي منه في التقييم يعني فيه فرق 400 بنت او 500 بنت رسمي فيا ترى ايه النوعية بتاعة المطش اللي هتبقى بين هذا الفرق في التصنيف مش بكلمك عن لعيب تقييمه 1500 ولعيب 2000 انا كاني بكلمك عن لعيب قوي جدا بلاعب انجن زي ما ماجنس مثلا تقييمه 2800 يلاعب ستوك فش 3600 عارف انت الفرق فالمطش بصراحة لزيز وفيه شوية دروس شطرنجية ممتعة ويلا بينا نبدأ طبعا ريئ نجمة انا حتى الان هموت واعرف بيتنفس ازاي وبيشوف ازاي يعني سيبك تنفس انا قول فيه هوا بيخش من المسام بتاع انما بيشوف ازاي مش عارف البدلة اللي بيلبسها دي اكيد لها نوع خاص من الاقمشة يعني مش عارف بصراحة حد يقول لي افتح يا ابن بار التقييم بدأ وزير من ريئ نجمة نايت اف سيكس من ماجنس كارلسون نايت اف ثري بي سيكس دايما ماجنس في الافتتاحات بيحب ما يحددش شكل الوسط من البداية يعني ما يقولكش دي فايف واحدة واحدة هنشوف ايلا هيحصل بيلعب الكوينز انديان دايما الكينجز انديان اللي هو فانكاتة الفيل اللي عند جناح الملك والكوينز انديان يعني فانكاتة الفيل اللي على جناح الوزير اي ثري را كولاي سيستم مش لندن مش مين لاينز قفل على الفيل وهيطلع بالفيل الاخر الفيل ده يا اما هيتفنكت كده يا اما بعدين تبقى تعمل كده وكده 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 شوف لازم تحل مشكلته بيشيب بي سافن بيشيب دي ثري اي سيكس ما زال الوطر مفتوح ما تقفلش عليه بدي فاين نايت بي دي تو الان ماجنس يعلم ان اي فور هيكون تهديد هيبع عنده بدائين في الوسط فحط كماشة بيحارب على مربع ال اي فور الان ريء نجمة جاي من البيت ويناوي يرص رصة معينة رصة هجومية حط الحصان الان لو انت تحديد هذا الحصان بهذا الحصان او بهذا الفيل كده هو انا هلعب اف فور على اي حال بيشيب اف فور يعني عايز اخد افضلية في الوسط اقفل الوسط بقطعة قوية لو خلعت القطعة دي هحط بدالها بيدا بيدا واخد مساحة على جناح الملك يساعدني في الهجوم على الملك بس هو فين الملك الملك لسه في الوسط ما بيتش يضرب الوسط لو انا مكانه كنت هلعب سي ثري لكن يمكن ريء نجمة قلقان من نايت اي فور مش عايزها تتلعب رغم ان نايت اي فور دلوقتي مش احسن حاجة عشان باكل كده باكل كده بعدين بدي الكيش لازم تمشي منتاش مبسوط هنا اوكي فسي ثري نقلة مش وحشة ابدا لكن ريء نجمة لقب كوين اف ثري ممنوع تحاول تغرز حصان زي ما انا غرست حصان هنا ممنوع هنا كده تخسر بيدا اكل 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 ماشي نايت سي سي سيكس لاحظ ان ماجنس كارلسون بيلعب شوية نقلات ممكن ما تكونش الادق في اللي جاي سي ثري الان نايت اي سيفن نايت اي سيفن دي بتخسر التبيت مباشرة يعني هذه الكيش انت خسرت التبيت لو غطيت بالحصان هكسر لو غطيت بالحصان تخسر قطعة لازم تمشي الانجين يستحسن قليلا الاسود في هذا الشكل الذي يختلف تماما عن الشكل الاخر اللي كان نايت اي فور ملعوبة فيه واكنة وكان فيه بيدا هنا ضعيف وفيه احتمالية الوسط يتفتح هذا الشكل احسن من الشكل الاخر لان الملك امن والافكار بتاعة الدفع البيدقية في جي سيكس في كينج جي سيفن في اتش فايف في الرخ او الحصان ييجو موجودة خصوصا ان الملك بتاعك على الارجح حيبيت الجنبي ده طيب نايت اي سابن راي انجما ما يديش الكيش والتي هي باي ذا وي مش موجودة في اول خمس سنوات على الانجين الكيش الكيش مش مقترحة طب ايه المقترح في هذا الشكل من وجهة نظرك تبيت لوجك ريق نجمة جاي من البيت عايز يهجم هو الهجوم ده لانا عايزه ما قلناش حاجة بس الملك عادة بيبقى مبيت يعني وانت هتبدأ تهجم على الملك انت دلوقتي بتهجم على حاجة مش موجودة ماجنس كوينت سي سابن كيش رجع يغطي الوزير دلوقتي موجود مش مضطر رخصة التبيت جي فايف همشي وخلي بالك انت دفعت متعمل بيادة وبالتالي هذا الحصان سيجد بيتاً رائعاً على الـ F5 تبيت الآن سؤال لهذا الفيل الفيل يعود إلى الوراء ثم G6 عايز ألف أحط الحصان الرائع ده هنا والآن QH3 شامم ريحة ألأ المباراة دي على فكرة بلدز زي ما قلتلك ري نجمة بدأ يبقى معاه نص دقيقة مجنس معدقي أو نص هما الاتنين بتقين بثلاث دقيقة وثانيتين على كل نقلة بمنتهى الهدوء يلعب باستموف على الـ Engine اللي بتقتل كل الكاونتر بلاي أحد الأفكار المتاحة أني أعمل حصان في بيدق مثلاً أو فيل في بيدق مثلاً ولما تاكل كده إجباري عشان ما ينفعش تاكل كده وتخسر الرخ أكل حصان في بيدق هات الرخ الرخ يمشي تاكل البيدق يعني بس أكيد هيطلع فيها ادفاع بس أنا بحاول أوريك الفكرة مثلاً لو أنت عملت كده دلوقتي فيل في بيدق ياكل حصان في بيدق هنا الـ Engine بيقولك كل عادي ويسيب له بش أنت خدت قطعتين وغطي بس في البلدز يمكن يكون ده ماجنس نايت E7 ما فيش الكلام ده ما أنتش عامل الكلام ده خالص وهاجي أقفل السكة في وشك الحصان يأتي إلى صاحبه نايت F5 حصان جامد جداً يعني ما بيتحركش لازم يتخلع والآن أكمل الانتشار بتاع الفيل اللي قلتلك عنه أسوأ قطعة عندك لم يتم حل مشكلة هذا الفيل حتى الآن ماجنس أكل تاكل هنا بإيه هذا سؤال تاكل بالحصان ولا بالبيدق جدير بالذكر أن احنا مش بناكل بالبيدق ده أبداً عشان بعد كده ممكن يسيب بيدق بس يفتح الفيل السفح ده فده مش يعني مش مجال للنقاش أنا بخيرك ما بين دي أو دي بست موف تاكل بالبيدق ده ولما يمشي تديله البيدق ليه؟ عشان لما يأكل تلاقي مكان للفيل يتحرر منه بدل ما هو كان مقفول عليه بالبيدق طب يرجع تاني عادي طب يأكل عادي طب يأكل يعني ما عادي إيه خسرانين بيدق بعدما الحصان بيجي هنا بنخش نهاية جود نايت مش جود نايت يعني تصبح على خير لا حصان جيد يعني versus باد بيشب مش بس كده كمان الدفعات البيدقية دي هتبقى فشلة عشان دايما فيه حصان في بيدق حتى الحصان الجامد هو واقف هنا يمنع الملك انه يطلع ما هو منعه مش هيطلع حتى يعرف يحمي محتاج واحد اتنين لفة طويلة ساعتها يمكن يترك مربعات اخرى خلي بالك وبالتالي المفروض كان يأكل بالبيدق مكلش فكرة عميقة على فكرة بس عجبتني جدا اكل بالحصان عادي والان ماجنس كارلسون بيت طويل الشكل بتاع التبييط الطويل يعني دلوقتي فيه درس جديد اعتبر انك بفرج على حلقة جديدة دلوقتي مباراة جديدة ودرس في التبييط المتعاكس يا جماعة بنفتح لينات على ملك الخصم اللي هينجح في انه يفتح لينات الاول سيفوز بالمباراة افتح لا بلك افتح الله هتدفع ده هقفل ده هتعمل كده هعمل كده هعمل كده هعمل ماش هفتح حاجة ماجنس بقى اللي عليه اللعب H6 لو بدأ ببلاش ده وانلاقيهم مؤقتا لو اكلته روك H7 اجوز اكل اقتلك ماشي من وشه فتح العمود ماجنس كان ممكن يعمل كده ويجوز بس هو عمل دي قال يعني بيزود حماية البيض لكن فيه دفعة قوية جاية هتكسب قطعة فريق نجمة ماشي بس ليسه تبقى احسن لمجرد انه فتح عمودة على الملك كمان هنا جي 5 مباشرة كانت قاتلة لو اكلت اربطك لكن ماجنس ملعبش جي 5 لعب F6 وريق نجمة كان معاه اربع ثواني خلاص بيلعب في اربع ثواني كل نقلة بيزود ثانيتين بس بينك بيلعبوا على رؤية شطرانج تشيل القطع قاعدة بتتحرك كده وعلى ما تشيل وتحط فيها ثانيتين لوحدها الحصان يعود جي 5 طبعا لو اكلت يعني باكل وهعمل لك كده كمان شوية والفيل اتفتح فقال يعني جاب الرخ الاخيرة في الموتش قال له جي 4 حصان مات ما بيروحش في حتة اتحبس يا عم اخد الحصان هات ماجنس معاه قطعة يسحب الفيل بيستموف لا يلا بقى كده انا هنجعلك القطعة بس الفيل ده يشتغل يعني مش حنية يعني ملعبهاش كده عشان بيسفق على لا لو عايز يعضه من رقابته بص الفيل اللي شبه البيدق الطويل ده وبص الفيل السفاح اللي على الوطر اكل دفع البيدق هات لو سمحت قال له لا انا هقفل السكة والان ماجنس ياكل البيدق كان عنده ياكل مباشرة يمكن بس تضحيت الفرق برضو ستيل ويننج ستيل ويننج طبعا بس ما رضيش يعمل كده اخد البيدق الاول هات الوزير سلام بيدق في بيدق اكل الان حتى لو اكلت باكل بالوزير كوين افتو جاب فكرة بقى ريئة نجمة دلوقتي انه عايز يسحب الفيل ويحط الوزير ويخش يديلو ماتيا كوين بي سفن بيشيب دي ثري كوين دي فايف لو عملت كده حاسب هاكل البيدق لازم اعمل كده سيب لك البيدق مش مشكلة بس اخد اي كاونتر ايه روك سي ايت يابني لا في كش هنا ولا في كش هنا وبالمرة الروح تقف تدعم البيدق اللي بيجري ده بي فايف افتح السكة سي ثري بيدق في بيدق ماشي يا عم افتح السكة لا بقى مش شغلانة ما عايز بدأ ينسل كين جنب بعض روك تيكس ضح فرق مقابل انك لما تاكل الكش دي مسموح بيها ايضا الاكلة بالبيدق كانت موجودة ويننج بس ماجنس اكل بالوزير وسمح بهذه الكش وبص على الساعة ماجنس الاي معه تسع عشر ثواني لا 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 محتاجش الدحيلي يلا بينا تعال كسر ماشي حبيبي انا منسحب حقك ما فيش لعب خلاص هات الفيل وهات واحد في اتنين تنتهي المباراة مش بس دول ده فيه كمان واحد صاحبه جاي يدعمه قدي ايه المباراة قوية من حيث تعامل ماجنس معاها انا شميت ريحة الخطر انا عارف انت عايز تعمل ايه عايز تعمل كده وانا بيت وانت تبيت وبعدين اعمل مثلا كده وانت تقول لي لأ وبعدين تتحدى الحصان وانا العب الوزير وبعدين اجي كده وبعدين الرخ تتزحلق او اجي كده ولعب جي فور جي فايف الحصان يمشي تديني مات جاي تعمل حفلة على بطل العالم يلا فيه مفيش مالك تهاجمه اساسا المالك مجاش يعني المالك اصلا فضل قاعد في الوسط مستنينك بطريقة يعني احترافية جدا واستنال حد ما عكد دنيا وبدأ يلعب ضده يجيب الحصان هنا مش معقول الماتيوريتي اللي ماجنس لعب بيها لمباراة يعني حاجة ممتعة وكان هنا لازم اعرض عليك الفكرة الالمعية بتاعت الاكل بالبيدأ ثم التخلص من البيدأ ثم محاولة تطوير الفيل والتخلص منه ولعب نهاية حصان جيد ضد فيل سيء اتمنى كنت اتبسطت واستمتعت وعملت لايك واشتركت واشوفك على خير في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته